صورة ديانج طبعا تتويجه برجل المباراة ده كان طبعا استلام ديانج لجائزة رجل المباراة يا أسامة طبعا جائزة رجل المباراة الربطة بقى إيه؟ ملغبطانة شوية جائزة رجل المباراة داخل المباراة بيكون بتقييم بالنسبة للجمهور أحيانا بيكون مختلف تماما عن اختيار الجمهور أو اختيار الأندية للعبية نفسها اللي هي الأفضل داخل المباراة ويا جماعة أعتقد وأتمنى يكون فيه شركة رقمية مختصة بالإحصاءات ومختصة ده تكون دايما هي بتقولك مين رجل المباراة لإن ده حيساعدنا ده بعيدا عن كيفاء الديانج ولكن الحتة دي مهمة جدا بص هما عملوا حاجة كده في البداية يعني إيه؟ كانوا بيطلعوا رجل المباراة وبيختاروا فيه أفضل لعب في الجولة حد تاني من اللاعبين اللي كانوا موجودين في المباراة بمعنى أكرم توفيق مثلا فيه مباراة الجولة الأولى كان هو أفضل لعب في المباراة فتلاقيه بيجيب لعب تاني من النادي الأهلي ويحطوا مين أفضل لعب في الجولة فكان فيه يعني تداخل مش مفهوم بدعوا يقولوا طب إحنا هنختار تلات لعبين فبدعوا يروحوا لقصة أهلي وزمالك ولعب آخر فالتصويت بيروح لسكة النادي الأهلي فعملوا من الجولة اللي فاتت حاجة مهمة جدا اللي هما خلاص بقى أفضل لعب في الجولة عن طريق موقع أو الكونتات بتاعة الرابطة عن طريق الجمهير بمعنى عن طريق الجمهير أنا هطرح لك سؤال في الأول هقول لك من وجهة نظرك شايف مين أفضل تلات لعبين في الجولة فالجمهور بيختار أفضل تلات لعبين فالأدمينز بيختار أو الرابطة بتختار بناء على تصويت الجمهور تلات لعبين وبيدخلوا بقى تصويت نهائي وطبعا في كل الأحوال بنروح لأفضل لعب في الجولة بس احنا مش نسيين بمعنى ايه مش نسيين عندنا مبارات الزمالك وبرامتز والأهلي والاتحاد فحطوا التلات اقتراحات كده مين أفضل لعب في الجولة كريم فؤاد ولا كريم فؤاد أما على مستوى المحترفين وما حدث وقصة التباين وما بين الشوت الأول والشوت الثاني أعتقد مرسل قولر وضحها بشكل كبير جدا وقال أنا خلاص حقات التارجل المباراة مش عايز أفضل ضاغط عشان ما يتعملش عليها هجمات مرتدة هم بيجدوها لعيب يغزل المحلة فقلت إيه اضغط متأخر شوية من وسط الملعب من تلتين الملعب بحيث أن انت تقدر تستحوز على القرى وتقدر تجيب بهدف أو أنك تحافظ على نظافة شباكك وهو ده اللي تم يا جماعة السنة اللي فاتت ومش هقولك السنة اللي فاتت هقولك السنة اللي فاتت وسنين تانية كتير السنة اللي فاتت كان نادي الزمالك بيطلع بالمباراة مثلا فايز تلاتة اتنين جاب تلاتة جوان مثلا في سراميكا وسراميكا عاملة شوت تاني بضعها خمس انفراضات ولكن اللعيبة بتحتفل والجمير بتحتفل عشان تدي دوافع لما هو قادم النادي الأهلي في الموسم 2008-2009 كنا مرينا بظروف صعبة جدا برغم تصدرنا للموسم معظم الفترات وجينا في الآخر مع ماستر مانوال جوزيه وبدأ كيرف الفريق ينزل بشكل كبير جدا خرقت من كانو بيلرز وبدأت يعني تخفق فيه نتائج فيه الدوري فكنا بنحضر المدرجات فكنت تلاقي مثلا فايز بصعوبة جدا على الترسانة 3-2 تطلع تلاقي الدنيا مكسرين الدنيا من الفرحة وطول التسعين ديها فيه فرحة لا حد فقر في أداء ولا فقر في أي حاجة المواراة الأخيرة أنا فاكر كويس قوي وإحنا في المدرج كان ماتش تلاقي الجيش خلاص انت برى البطولة يعني هدف أحمد فتحي في الديئة 47 هو اللي جاء انقاذك عايز أقولك أنت استقبلت أصلا هدف فكنت محتاج تجيب هدفين في الشوت التاني وده اتقرر في مباراة كتير كان الجماهير ما بتسكوتش التسعين ديها بعد ما يخلص الماتش 2-1 بنفكر فهنكسب لإسماعيل إزاي في مباراة حرس الحدود أو استاد الماكس فالقصة كلها جماعة ادي دوافع لفرقتك قصة وانت الفريق الأفضل الأفضل تسجيل الأهداف الأفضل في الحفاظ على شباكك انت المتصدر جدول الدوري انت اللي بتفوز خارج ملعبك وداخل ملعبك عندك مواجهة قوية جدا أو خمس مواجهات بالنسبة لي هم خمس مواجهات الدوري حرفيا عندك فيوتشار وعندك فاركو وعندك سموحة وعندك سراميكا كليوبترا وعندك طبعا الاتحاد السكندري يوم لاثنين فالخمس مواجهات دول اذا ربنا قرمنا وقدرنا نحقق الفوز فيهم ونحقق العلامة الكاملة هنقولكم اكلينيكيا مبروك الدوري في الجزيرة فعايزين يكون في دوافع طالما في نتائج إيجابية بتتحقق لكن نرجع للعابين المحترفين وكلامنا دايما ان المحترفين أو الهلاك المحترفين هم من يصنعون الفارق قناعاتي الشخصية ان لازم يكون المحترف موجود في أرض الملعب تقدر تستفيد منه تقدر تحقق نتائج منه فلما تفوز بمحترفين ده شيء إيجابي جدا وعشان كده اليو ديانج في الشرط التاني استحق ان هو يكون رجل المباراة طبعا استخلاصات كانت تدرس بصراحة بدون تدخل بدون التحامات كان الشرط التاني بالنسبة لي اليو ديانج أفضل من الشرط الأول وإن كنت يعني واقع في مشكلة كبيرة جدا 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 ألا وهي حمدي فتحي حمدي فتحي محتاجين نشوفه في أرض الملعب ولكن نرجع لفارس وانت عندك قصة مع ديانج أنا نسيت القصة أعتقد القصة ديانج ومقيلة عن ديانج عشان كان البداية مقيلة عن ديانج مقيلة عن ديانج هو بالنسبة لي محاولة ضرب محترفين الأهلي أو زي ما قلتلكم أي حد بينور جوه النادي الأهلي حيبقى فيه توجه ضده توجه بقى غير منطقي يطلعني مسرح يخلي الناس تقول علي إيه الكلام المتنقد اللي بيتقال ده يخلي الناس تقول إن أنا ما عنديش رؤية مش فارق اللي بيقول كده ما فيش أي فارق بالنسبة له ولكن اللي فارق شيء واحد بس هو إن أنا أضر بالنادي الأهلي ومصالح النادي الأهلي حينما نطلع ونسمع كابتن عفة نصار قال عن رجل المباراة دقة تمريراته كابتن سات 46 تمريرها صحيحة من 52 فيعن أخطأ 6 بسات بس يعني تمام 80% لمسوا الكرة 65 مرة عمل عرضية سليمة استحوذ على الكرة تحت على الأرض يعني خمس مرات إنتاجه على الجون قد إيه بقى ولا حاجة لا يعني ما سددتشي ما هي ما هي هي بتتحسب برا بطريقة غير دي خالص أنا فيه إنتاجية بالنسبة لي آه فيه بوزيشن بتاعي أنا اللي هي مهم فيه إنما المشاركات الإيجابية بتاعتي إيه والمشاركات السلبية بتاعتي إيه ما فيش مش موجودة دي أعتقد بس يا التمرات ممكن تكله قدام ما هو التمرات إحسن محمد عبد المنعم مش هتلاقي له ولا واحدة غلط لا ما هو التقييم برضو على حسب المكان يعني قائم اللعيب يعني أنا مثلا كل مكان في الملعب يا كافل سيد هقول اللعيب في المغرب سوفيان المبرابط يعني ده واحد من عاصمة مؤثرة جدا في المغرب فهجأ قيوة إنه هو فنش كامكور عجون وهو أصلا لا مش باص أطع كام باص بيتأذى موادات طبيعية لا لا مفيش أطع هو استلم كامكور فطلحه صح لا في المساحات الموجودة خمسة من سبعة النهاردة ديانج قطع قطع كتير يعني قطع هجمات مؤثرة للمحلة قطع خمسة من سبعة ودهك المحلة ما رحش كتير ده الخمسة يعني يبدو الخمسة اللي رحوا آه يعني اللي ما تقطعوش فخمسة من سبعة ده رقم كويس المحلة ما رحش كتير صحيح هو أداء جوه المنعب لا معظم الوقت موجود تحت الكرة أي كرة بتتلاقي بعل أجناب هو بيتحرك وبتحرك بشكل جاي والنهاردة اختروا رجل المباراة كلام كابتن سيد معوض أنا حبيت هنا يكون موجود عشان نديله حقه لأن كابتن سيد معوض يا جماعة بيرد اللي أي حد ممكن يقوله في الكرة وأنا هنا لا أقلل من كلام كابتن سيد معوض ولكن أقصد أي حد بمعنى أي حد حتى الناس البسطاء اللي مش معنيين بالتحليل جدا فاهمين إن في حاجة اسمها واجبات مركز وفاهمين إن اللعب رقم ستة ده لو ليه درجات في تقييم مركزه داخل المباراة بتبدأ بإيه استخلاصه للكرات تمريراته استعدت الكرة التانية وجوده في تمركزات فيها ضغط ممتاز على الخصم سرعة استعداد الكرة سرعة استعدت الكرة التدرج بالكرة حاجات كتيرة جدا مهام اللعب رقم ستة ولكن كابتن عفة نصار ساب كل ده وساب ديانج رجل المباراة وساب كل اللي بيعمله ديانج وبقول أصلا ما بيشوتش عالجون كتير آه ممكن لعب رقم ستة يشوت عالجون كتير ويبقى شيء جيد ولكن هو مش أساس تقييمك ليه إن انت تقول إن النادي الأهلي كمان كمل وقال ما بيستفدش منه وإن هو ديانج لحد دلوقتي مش مقنع بالنسباله عشان ما بيشوتش عالجون كتير حاول كابتن ساد معوض عمل حاجة كويسة جدا يمكن جاب له المثال القريب ليه اللي هو ممكن بالنسباله يكون واضح المغرب اتفرج على المغرب وتفرج على أدوار اللعيبة ولكن كمان ما حاولش كابتن ساد معوض يروح للعب زي إنجولو كانتي روح للعب زي إنجولو كانتي اللي كان سعيد بقال يوديانج في كاس العالم للأنبياء وحبه أصلا يوصل رسالة هو إنجولو كانتي بيجيب في الموسم كام جوه يعني عموما إنجولو كانتي لما بتقيمه أساسا بتبدأ تقيمه بإيه ولكن أنا برضو مستغرب هي الناس معنية بإيه جماعة هي الناس معنية بمحترفين الأهلي بس ولا إنت لما بتيجي تقيم إنت ليه ما ضربتش المثال بمحترف آخر في النادي المنافس في مركز تقال إنه هو جاي في مركز ستة وإنه هو أفضل من طريق حامد وإنه هو كذا كذا والراجل ماكملش ومشي وده عادي جدا كل نادي يشوف أموره ولكن إش معنى محترفين اللي بتبص كده إش معنى الكلام ده ما تقالش إش معنى ما اتطرحش مقارنة بين آلي و ديانج الراجل اللي عامل إيه مع النادي الآلي خلال الفترة دي وإزاي الأندية الأخرى لا تجيد إن هي تجيب محترفين في نفس المركز بكفاءة ديانج ده لو استطاعوا لا ده الكلام ضرب في ديانج وتجاهل لأي شيء آخر هو موضوع أصلا يعني تكلمنا فيه كتير في قصة التباين في تناول قضايا النادي الآلي وقضايا الأندية المنافسة ودائما عند النادي الآلي محاولة تحجيم النادي الآلي والنادي الآلي بيحصل إيه النادي الآلي بيكسب النادي الآلي بيقدم أداء جيد النادي الآلي بيحافظ عن نظافة شباكه في موراة كتير جدا النادي الآلي متصدر جدوى للدوري فنبدأ نطلع بأخبار تضر النادي الآلي إيه يا بص يا سيدي أنت عندك أربع لعبين محتاجين يجدد وهنبدأ نقول أن الأربع لعبين دولة تبدأوا أنهم يتعاقدوا أو يتفاوضوا مع أندية ومنافسة عشان تهيز استقرار النادي الآلي هتبدأ تقول أن فيه لعبين أسيين في الفريق جايله معقودة احتراف خارجية وتبدأ تعتمد أصل فيه يعني معلومات وقراء وبيانات وكلام كتير يتقال فيه صحف أجنبية بيقول أن فيه قصة احتراف النادي الآلي حاسم الأمر تماما حالة دوق عندنا مدير فني مركز بشكل كبير جدا عندنا مدير كرة مركز بشكل كبير جدا القصة واضحة جدا النادي الآلي نادي كبير لعبتوا لعبة كبار أكيد هيجي لهم معقودة احتراف فالنادي الآلي هيشوف عقودة الاحتراف لو جات بشكل رسمي وهيرد جاء الأفشى قبل كده عرض احتراف في الصيف الماضي النادي الآلي شاف أنه لا يليك بإمكانات اللعب ولا يليك بطموحات النادي الآلي فتم رفض عقدة الاحتراف وش دنيا خلصت وبشكل بسيط جدا فأنت كجمهور النادي الآلي ما تسمعش للكلام ده كبر دماغك على الإطلاق قصة اللعبين التجديد ومش التجديد النادي الآلي حاطت رؤية وخطة هيجدد وفق آليات العمل داخل النادي الآلي وفيه لعبين كبار وعارفين اسمي النادي الآلي بالتأكيد فخلونا دايما وأبدا نبعد عن مثل هذه الهراءات التصرحات دي مش هتشوفها غير على النادي الآلي فقط لغير محترفين النادي الآلي كان بيتم التعرض لهم بشكل صعب جدا الموسم الماضي وإصابات بيرسيتاو ومحدش يتكلم عنها في لعيبة كانت بتسبب في أخطاء تضيع بطولات ومحدش انتقاضها الكصة كلها فقط لغير تعالى نكسر في النادي الآلي لكن النقطة دي مش النقطة الوحيدة اللي فيها تباين ما بين التعامل